في الإعلام إلا أن تشوف التقديم اللي يقدموا النواب لا تتكلموا عن العشرية ولا تتكلموا عن النظام ولا تتكلموا عن الرئيس تتكلموا عن قطاعات معينة يختيروا يحقوا فيه حق ذلك رئيس الجمهورية ما هو مسؤول بشكل مباشر عن التسيير ودستور واضح فيه أنه ما يقد يتابع في تسيير مرفق أي مرفق من المرافق العمومية دستور ما يقد يتابع ما هو في حالة خيانة عظماء وبالتالي ظاهر لي أن الإعلام ركز على العشرية وركز على النظام هو الحقيقة هو دور البرلمان في رقابة الحكومة سواء كانت هذه الحكومة الحالية أو الحكومات السابقة وبالتالي ظاهر لي أن الإعلام أنه وخض اللجنة من نسقها الحقيقي نحن بحاجة أن البرلمان يلعب دوره وأنه نراقب على الحكومة واجبرنا فرصة نظام ورئيس الجمهورية منفتح وعاطي لبرلمان صلاحياته وبالتالي انتهزوا النواب الفرصة وراجل النادي ما يتعود أخر واحدة أن يالله تخلق الرقابة غير تعود ما هدفه المتابعة ولا هدفه استهداف شخص هدفه توضح أن فيم سلطة تشريعية قايمة بدورها الحقيقي اللي هو رقابة العمل الحكومي اللي هي الحكومة نفسها عندها رقابة داخلية والرقابة مسألة حادية اليوم مفتشية ماشية اليوم محكمة الحسابات تراقب وبالتالي الرقابة في حد ذاتها يالله يعود المسير هو هو اللي يطالب بيها نحن اليوم في وضعية ناس تتهم بدون سبب معناها أن أي حد جاهل اليوم الرقابة تعاونوا في أنه يوضح وأنا شخصيا من الناس اللي أتهمت اتهمات باطلة بدون سبب أولا 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 وحاكمت ولا وضحت بهاش بيلي عندي موقف سياسي معين نفس الشيء اليوم رئيس الجمهورية السابق يتمتع بحقوقه كاملة وبالتالي يعضي الإعلام يخلي عنه الوضعية خلي رقابة بسيطة وسهلة واحدة تسيير ونتيجتهم عندي هي مسألة تسيير اللجنة هذه أول لجنة لا هي تقبل دور حقيقي من الصعب اليوم التنبؤ على الآلية لا هي تقبل المهم أن القانون الموجود عاطيها جميع الصلاحيات أنها تستدعى من تبقي تستدعى وتستمع من تبقي تستمع وتكتتب من أجل العمل والنواب من أحدهم ما يجدوا أحدهم لا يجدوا خبرة فنية تعاونهم وبالتالي ما فم استهداف فم رغبة حقيقية في أن البرلمان يلعب دور طبعا إذا يلاحظ خرقات يدور يلاحظها ويدور لجنتك رجوع الزياسة واهتمامه سبب ارتباك ومعروف ذلك الارتباك قلال زيارته للحزب ذلك الفترة أعتقد أن ذلك وجاوز أنا قناعتي والأحداث برهنت عليها على أن رئيس الجمهورية عند منين يوخل من رئاسة أنه من الأفضل أنه يتنحى عن السياسة به اللي ما تلق يجد يمارسها كأي فاعل سياسي غير ممكن وبالتالي ظهرت عند منين رئيس سابقة وضح أنه مهتم بمارسة سياسية خلق الارتباك الحمد لله ذلك الارتباك وجاوز واليوم ماتت فيها مشكلة سياسية الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يرع السياسي للسلطة وضح أنه يرع السياسي لرئيس الجمهورية الحالي وبالتالي أعتقد أني كنت مصيب في ذلك اللي قلت لك ساعة والحمد لله القضية وجاوزت ترجمة نانسي قنقر